وارجعنا من الفاصل ومكملين مع حضراتكم برنامج ناس من بلدنا وعدناكم الحلقة قبل اللي فاتت ان احنا بنفتح ملف مهم جدا للصناعة المصرية وتحديدا تحديدا صناعات المواد الغذائية وكمان الحاجة اللي بيتمائز مصر اللي العرب لما بيجوا بيسألوا عنها اتكلمنا وقلنا ان شاء الله هنفتح ملف الحلويات وتحديدا الحلاوة الطحنية علشان نتكلم اكتر ونقرب ونعرف كان لازم يكون معنا المستشار الاقتصادي المحترم والخلوق ابو استاذ حسين موسى اهلا بخضراتكم اهلا بك اهلا بك مرة تانية اهلا بستاذ المشاهدين طيب احنا دايما ومن قديم الازل ان ضيوفنا لما بيجوا بيسألوا على الحلاوة الطحنية بتاعة مصر انا حاز اعرف من حضرتك تاريخ الصناع ايه الاول بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بحضرتك وستاذ المشاهدين وزي ما وعدناك الموعدنا السادة المشاهدين المرة اللي فاتت اه هنتكلم تفصيليا في حلقات على صناعة الحلاوة الطحنية لانها تعتبر من ركيزة من ركائز الصناعة المصرية واحد مكونات المطبخ المصري بالتأكيد طبعا طبعا الصناعة دي قبل ما تكلم فيها لازم انسب الفضل للي علمونا وللناس اللي كان لهم الفضل ان الواحد يتعلم على اديهم من اول مكانت استوات لغاية ما وصلت لمهندسين من اول ما اتطورت على مدار المئة سنة اللي فاتت هي صناعة لها تلتمئة سنة تقريبا كانت مع الدولة التركية الاول وبعدين تطورت في منطقة الشام وبعدين كان بتسمى هالفا هالفا اتطورت بعد كده لكلمة حلوة في مصر ابتدت بالمئة وخمسين سنة تقريبا تتطور الصناعة دي وتدخل في المطبخ المصري بشكلها الحالي لكن لو تكلمنا هنقول انها ابتدت بداية مختلفة خالص على اللي الناس بتشوفها دلوقتي في المطبخ كانت البداية ايه بحكينك فيها هي البداية كانت عبارة عن جزء بيسمى التحلية يعني هو بيحلي يعني اللي بيأكل بيحلي ايا كانت الحلاوة سكر من الدو في مية وبعدين بيضاف عليه اضافات بروتينية اخرى كانش لسه موضوع السمسم يدخل في الصناعة لغاية ما من مئة وخمسين سنة ابتدت الصناعة تدخل في مصر وابتدها استوات من قديم الازل وابتدوا يعملوا زي سيرك بسيطة صغيرة بيغلي السكر بيدوبه في مية وبعدين بيضيف عليه نوع من انواع البروتين كانت اشياء اخرى بغاية ما دخل موضوع السمسم بمراحل المختلفة وابتدى يعمل الميكس اللي حضرتك بتشوفه لغاية ما وصلت الحلاوة تحنية اتطورت في المية وخمسين سنة دول من صناعة يدوية استوات فنيين وبعدين في سنة اربعة وتمانين خمسة وتمانين ابتدى ياخدها مهندسين كان اول مهندس دخل في الموضوع دخدها من الاستوات كان مهندس اسمه عاطف عبد الرحمن انا تذكره ربنا دير صحة ابتدى ياخدها من شكل القسطة لشكل المهندسين بشكل التركيبات المعتمدة المعتبرة لغاية ما وصلت بعد كده اتطورت الخطوط الانتاج من شكل يدوي قديم لغاية ما شكل وصل تكنولوجيا دلوقتي بالصناعات وبالميكانة وبالخطوط اللي حضرتك دلوقتي بتشوفها بالشكل اللي موجود قدام حضرتك طيب ازاي الحلاوة الطحنية المصرية دي بقت خلاص عنصر اساسي على مائدة المصريين تمام هو طبعا احنا في البداية لازم في المواد الغذائية فيه فارق بين كلمة تزوق وكلمة تغذية تزوق ده واحد بيدوق الحاجة ممكن اقول لك حلوة ممكن اقول لك وحشة ممكن اقول لك حدقة لكن مرحلة تغذية دي ازاي المنتج ده اللي انت تزوقته يبقى مفيد كغذاء ويبقى صحي عشان يوصل بالمواطن او بالانسان لمرحلة صحية تفيده افادة كاملة الحلاوة موجود اكتر من 750-800 مصنع في مصر بيتقسمه لثلاث مستويات المستوى الاول فيه حوالي 20 مصنع غذائي متطور والمستوى الوسط يتحول الى او يتكون من حوالي 250-300 مصنع وبقية العدد سيراج موجودة على المستوى الجمهورية بتتوسع من منطقة بورسعيد وضميات شمالة لغاية منطقة سوهاج اخر مصانع بتبقى موجودة في منطقة سوهاج التطوير اللي حصل تطوير فيه نوعين تطوير في المكونات الحلاوة نفسها وتطوير في الميكانة اللي حصلت دلوقتي انت ممكن تدخل مصنع حلاوة تحنية من اول المنتج لغاية ما يوصل لمرحلة العلبة اللي بتحطي فيها اوتوماتيك اوتوماتيك بشكل يمثل 95% طيب يعني في بعض الناس اللي بيشوفونا دلوقتي وانا متأكد معظمهم كمان الطبقة الراقية تمام وطلبة الجماعة ما يعرفوش مكونات الحلاوة التحنية الحالية تمام وفيدتها فيدتها الكبيرة جدا جيهم طيب هو الحلاوة التحنية زي ما الفنان سامير غانم بيقول في المصرحية بتاعته بيقول الطعمية من الفول والفول من الطعمية الحلاوة من السمسم والسمسم أساس الحلاوة التحنية يعني الحلاوة التحنية اللي حدك بتشوفها دي لها مرحلتين مرحلة السمسم بعد ما يوصل لمرحلة الطحن وبعدين مرحلة الطبخ اللي بيدخل معاها السكريات وتطلع لحلاوة تحنية إذا لم يكن هناك مرحلة أولية زي سمسم نقي بيعامل معاملة غزائية كويسة وإذا لم يكن هناك مرحلة طبخ تعامل معاملة غزائية محترمة ممكن تلاقي حلوة كتير جدا يتوهم بعض الناس أنه لما يبص على الحلوة التحانية أول بيشوف لونها يقولك دي حلوة بيضة كويسة لا الحلوة أصلها طحينة والطحينة أصلها اللون طحيني يعني لازم تكون لدرجة اللون لا فاتح درجة بيضة أوي ولا غامق غامق ده معناها أن السمسم اتحرق في مرحلة من مراحل الإنتاج فأدى غمقان ومرحلة بيضة أوي ده معناها أنه عمل إضافات معينة مش غزائية وبالتالي المواطن يفرح بالحلوة أنها بيضة أوي ولا يكون غامق جدا بالنسبة له دي المرحلة الفايدة المادة الفعالة الأساسية في الحلوة التحانية هو السمسم لما يحتويه من 20% من بوريتينات عالية الجودة زيت السمسم بيعتمر على مستوى العالم من أعلى القيم الغزائية في أنواع السمسم بين أنواع الزيوت عامة وبالتالي السمسم بيبصل من مرحلة معينة بعد الغربلة والتأشير والتغريق والغاية الحطحن تبقى طحينة بعد ما بقيت طحينة يدخل معها مرحلة تانية اللي هي السكر والمواد الفعالة وبالتالي بعد مراحل معينة حنقولها في حلقات بعد كده بتطلع الحلوة التحانية بالقوام اللي حضرتك بتشوفه ده بتتقطع قد إيه هي قيمة غزائية فيها كالوري عالي جدا فيها مواد بروتينية عالية جدا ممكن تفيد كل الأعمار من أول الطفل لغاية الكبير في السن سيدة أو رجل شاب أو بنت في أي مراحل من مراحل حياة بس إيه هي الحلوة اللي بيأكلها وإمتى بيأكلها ده أنا عاوز أقول لكم رسالة لكل أهلي وجراني وصحابي الناس البسيطة المصريين النهاردة في الحلوة التحانية يعني الموضوع مش على قد تحلية بس النهاردة ده يعني من كلام المستشار حسين ده منتهى الأمانة خلاص أنا كده عندي ثقة وعند ارتياح نفسي إن أنا ممكن أكتفي بها كوجبة فطار مثلا أو كوجبة عشا الموضوع بجد فيه معلومات كتير جدا غايبة عننا يعني بعد الحلقة دي أنا متأكد إن فيه ناس كتير جدا هتغير الفكر بتاعها وهتبتدي تشتري الحلوة التحانية طيب هل ده الاسم بتاعها اللي موجود في السوق واللي لها مسميات تانية هو طبعا زي ما قلت حالك في بداية الحلقة اتطور الاسم لكن كلمة حلاوة تحانية هي اللي مشهورة بيها هو المنتج الحلاوة تحانية ده أصلا منتج شارئي ما تلاقوهش في دول أوروبا ولا شارئ أسيا ولا أمريكا بالكامل هو منتج شارئي عربي بتتمركز صنعته في منطقة الشام سوريا والأردن وقبلها منطقة مصر وبعدين بينطول في منطقة الخليج في السعودية وفي منطقة شمال أفريقيا في تونس والجزائر لكن في مصر طوروا الصنعة طوروها من بداياتها لغاية ما وصلوا للمرحلة اللي احنا فيها في مشتقات حلاوة بالفزدق حلاوة بالبندق حلاوة بالشوكولاتة بعد كده اتعاملت الحلاوة الاسبريد اللي زي الشوكولاتة اللي بتتحط جوها السندويتش وتعامل الحلاوة القطع البار اللي بتتحط داخل السندويتش وآخر حاجة وصلوا لها الحلاوة اللي هي زي ما بقولوا كده بيتحط عليها كريسبي ومراحل معينة للأطفال عشان تدي قيمة غزائية عليه طيب احنا دلوقتي متكلم على القيمة والفايدة العظيمة بتاعة صناعة الحلاوة الطحنية طيب جدواها الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصري شايف الموضوع ده ازاي بصفتك مستشار لأكتر من شركة في نفس المجال؟ طبعا هو في البداية خلينا اقول انه بيشتغل في الصناعة دي بشكل مباشر حوالي ستين او خمسة وستين الف عامل مباشر في مصر خمسة وستين الف عامل؟ يعني بين الستين والخمسة وستين الف عامل بشكل مباشر حجم الاعمال ممكن يصل في السنة لحوالي اتنين مليار جنيه بمجموعة المصانع اللي موجودة في صناعات مكملة وموازية بتخدم على الصناعة دي ممكن بيشتغل فيها فوق المتين الف عامل وموظف من الصناعات المغزية للحلاوة التحنية احنا عندنا ميزة نسبية في التصدير في منتج الحلاوة التحنية للدول المحيطة لان الحلاوة بتاعتنا بنقدر نعمل كذا قوام للحلاوة الاخوة سوريين بيحبوا حلاوة طرية لو هي بقوامها مش طري هو ما يكلهاش الاخوة في سعودية بيحبوها بقوام معين يحب انها بالنسبة له تدي له قوام سكري أفضل هما واليمن الاخوة في مصر بيحبوها لازم تكسر جوة بقو يحس انها القوام بتاعها كسر الاخوة في السودان يحب انها نشفة جدا لانه هو بياخدها في مراحل معينة من الأكل وبالتالي المصريين عندهم القدرة والخفرة اللي يعمل المستويات اللي بقولها لحضرتك دي كلها وقدرة الحلاوة ومشتقتها اللي هي الطحينة دلوقتي تدخل في أوروبا بالشكل اللي تطور اللي هو بقوله لحضرتك اللي سبريد اللي يدخل في سندويتش زي اللي تشكلت بالزبط وبالتالي قدرت انا ااخد شريحة تانية من المستهلكين في المنطقة الاوروبية والمنطقة الابريكية وشرق اسي طيب كده انا اخد من كلام حضرتك واصبح عندي قناعا فيه اكتفاء ذاتي بالنسبة للسوق المصرية من الصناعة بتاعت الحلاوة الطحنية اعتقد انه بعد اخر دراسة اتعاملت الاستهلاك المصري من الحلاوة الطحنية عشان فيه مصانع كتيرة من اللي قلتها لحضرتك ما بتقدرت يتوصل لكل المستهلكين لا لسه لو اتعامل استثمار في الحلاوة الطحنية في مصر بشكل كتاني عندنا جاب بين الطلب الموجود وحجم الصناعة يتمثل بين 10 و 15% عشان نغطي تقطية كاملة للسوق المصري وللتصدير في الوقت الحالي طيب دلوقتي لو حد بشوفنا دلوقتي ومعه ارشين ويرس كسبانهم من مشروع وحابب يشتغل في مجال صناعة الحلاوة الطحنية حضرتك كده جرتني ان اقول لحضرتك ليه انتشار السريع لصناعة الحلاوة الطحنية يعتبر من الصناعات الغذائية اللي الاستثمار فيها بسيط جدا هي الحلاوة الطحنية يعني انت ممكن بمبالغ مش كبيرة تقدر تعمل مصنع حلاوة طحنية على حجم صغير مش محتاج استثمارات كبيرة الحاجة التانية والميزة ان الميكانة والخطوط الانتاجية اللي موجودة في الصناعة دلوقتي اصبحت بتصنع كلها محلية ما اصبحش بنجيب خطوط مستوردة مصانع داخل مصنع مصنع الحلاوة بتصنع في مصر دلوقتي وبالتالي هو مش محتاج يجيب خطوط من برا على مدار الاخر عشر سنين كنا بنستورد خطوط انتاجية من اسبانيا ومن المانيا سواء للطبقات او للخطوط تأشير السمسم وتركيا دلوقتي لا اصبح الخطوط بتصنع محليا على مختلف المستويات سواء الطاقات الانتاجية اللي تصل لفوق 25 طن يومي او الطاقات اللي بيبقى طن او طن ونص يومي لمصانع وبالتالي بنقول لأي حد عنده قدرة مالية انه يستثمر اهم حاجة ان يكون عنده شكل دراسة كويس للمنطقة والشريحة اللي هو بيستهدفها عشان يقدر يجيب عائد على الاستثمار بتاعه طيب حضراك الحد الادنى لبداية مشروع يعادل كم تقريبا؟ هو بيبتدي ممكن بحوالي 500 الف و600 الف ممكن يبدأ مشروع الحلوة التحنية لو عنده مساحة 500 متر يعني لو انت النهاردة معاك ما يقرب او ما يعادل 500 الف جنيه ومساحة ارض علشان يقام عليها المصنع مطابق للمواصفات المصرية 500 متر تقدر تبتدي مشروع النهاردة حتى اسمه حلو وهي بطعمه حلو صحيح يعني أستاذ حسين بجد الموضوع الشيق ومحتاج احنا ان شاء الله حسب اتفاق مع حضرتك قبل الهوى في الحلقات الجاية هبقى في معانا فيديوهات ومعانا صور لمراحل التصنيع ولخطوط الانتاج ولأشهر الأنواع اللي موجودة في مصر وكمان هبقى في معانا نصايح بالنسبة لرباط البيوت علشان نشوف الحلوة تتقدم ازاي وتتقدم امتى لكن انا مش هحرم نفسي ولا احرم جمهورنا الجميل كده من نصايح حضرتك واحنا هنرجع للربطة المصرية للتجار والصنع يا ترى الجديد دلوقتي بعد الاجتماعات المكسفة اللي حضرتك قمت بيها والمستشار احمد فروق الفتر احنا طبعا زي ما قلت انا المرة اللي فاتت احنا ما زلنا في مرحلة تكوين الكيان اللي بقوله لحضرتك الكيان ده عشان يجمع مجموعة من المصنعين ومجموعة من التجار في سلسلة المبيعات لان المرحلة دي محتاجة تنقية لمجموعة المصانع لان احنا عايزين نبدأ بالمصانع اللي عندها المشاكل عشان ناخد بيديها لمرحلة افضل طيب الناس اللي بيشوفونا دلوقتي النهاردة نقدر نتواصل مع رابطة تجار وصناع مصر عبر صفحة الفيس ما فيه موجودة على الصفحة صفحة اسمها الرابطة المصرية للتجار والمصنعين والمقر الرئيسي المقر الرئيسي في 56 شارع شبرة المتحدث الرسمي او المتواصل هو رئيس مجلس ادارة للاستاذ احمد فاروق منصور وخليني بس زي ما عادتك سألتني من شوية في مرحلة النصائح غير مرحلة الحلوة المباشرة انا بنصح كل اسر مصرية من اليوم نصيحة مباشرة انت او ست البيت الصبح لازم يكون عندك طبق طحينة صبح ومعاه تمور طرية تقدر تدوى العيلة بالكامل قبل ما تنزل خمس او ثلاث تمرات مغروسة بشوية طحينة قبل موضوع الحلوة الصبح دي قيمة غزائية ووجبة لغاية بعد الظهر هترجع بعد كده نشرح الموضوع بتفصيل اول حضرتك ان انا هبتدي اطبق ده من بكرة للأسف الوقت بيدهمنا والموضوع مع مستشرنا الرائع حسين موسى شيق ولزيز فاحنا يا الله هنكمل في حلقاتنا اللي جاية انتهت حلقتنا لكن قبل ما نخرج اسمح لي بشكر حضرتك على وجودك معي على وعد ان شاء الله ان احنا هنمتنى مشاهدينا بفيديوهات والصور في مراحل الانتاج الفترة الجاية بإذن الله شكرا لك شكرا لك انتهت حلقتنا لكن ما انتهتش فوائدنا بنأكد دايما ان برنامج ناس من بلدنا في خدمة بلدنا الحبيب الغالية العزيزة مصر وكل ناس بلدنا اشوفكم لسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة